مقتدى الصدر لا يعرف أحد مقتدى الصدر غير مقتدى الصدر نفسه يعني ما يكو نقاش ورح أحد يناقشه ممكن أن يستمع إلى فلان أو فلان لكن يبقى القرار يصدر من الحنانة لكن الإطار هناك نقاشات هناك تفاوت بالآراء لأن مجموعين عدة كتل يعني الحكمة ماذا تقصد بعبارة سواء مقتدى الصدر أي مهام هذه القرارات لا أحد يعرفها بالمناسبة لا المواقف السياسية تقرأ يعني هل هذا مع أن أفهم من كلامك أن سيد مقتدى الصدر ربما سيغير بمواقفه يعني لحد الآن لا أعتقد هناك تغيير بمواقفه لأن من التغريدة الأولى ذكر بأنه لا تكرروا ما حصل في 2016 2016 تتذكر في زمن العبادي أيضا دخلوا الخضراء لكن بعدين انسحب ونصب خيمة وجلس بها لكن بعدين انسحب لكن هالمرة هو يصر على عدم تكرار ما حصل في 2016 يعني الرجل أخي الرجل يملك الشارع يملك جمهور وجمهور قادر على حلحلة أي موضوع وقادر على أن يدخل أي مكان يعني إحنا أستاذ أحمد لو نتكلم بوقائع لو نظل نتكلم بكلام بعيد عن الواقع الرجل في لحظة اندفعوا الخضراء اندفعوا الخضراء هسه في لحظة يقولهم انسحبون الخضراء انسحبون الخضراء عدهم عدهم طاعة يعني نادرة حتى بالشعب العربي كله ما تلقيه طاعة فيه مستوى يعني نتكلم الحقائق لون جامل هل تعرفني أنا لا مع التير ولا مع الإطار بس هذا واقع الحالي أخي هسه أنا من أجيكم يعني قبل كنت في إحدى القنوات كان طريقة على ساحة تحذير أمواج أمواج ده تجي إلى تدخل الخضراء وأمواج تطلع يعني هم حتى خلوهم جداول مان الناس اللي موجودة اللي تمسك الاعتصام وناس اللي تخرج قارج الاعتصام